اشتركوا في القناة واسمرار الشمس والتسبغات قبل ما نبتجي الوصفة لو اول مرة بتشوفيني ياريت تفرحيني باللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرز علشان يوصلك كل جديد ومفيد في عالم الوصفات الطبيعية لصحة البشرة والشعر والجسم ويلا بينا نبتجي وصفتنا المكون الرئيسي في وصفتنا النهاردة هي الحنة البيضة الحنة البيضة بتساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بتنظف المسام وبتخلصنا من الرؤوس السودة كمان هتشد الجلد وتقشر البشرة وتنعمها بتخلصنا كمان من اللون الشاحب وبتدي البشرة نظارة وحيوية النهاردة هعمل لكم وصفتين بالحنة البيضة وصفة لطبيب بشرة الواجه والرقبة والوصفة التانية لطبيب الجسم والمناطق الدكنة والحساسة وللوصفة الاولى هنحتاج معانا معلقتين من الحنة البيضة هنضيف عليهم معلقتين جليسرين الجليسرين بيزود رتوبة الجلد وبياخر علامات تقدم العمر بيزود نعومة ومرونة البشرة بيحارب حب الشباب وإجزيمة الجلد والإلتهابات بيساعد كمان على المو وخلايا جديدة للبشرة هنضيف على الحنة البيضة مع علقتين الجليسرين وهنخلطهم مع بعض كويس هنحتاج كمان عصير نص لامونة اللامون غني بفيتامين سي اللي بيعزز إنتاج الكولاجين وبيفتح البشرة لإن فيه خصائص طبيب بيحافظ على مرونة البشرة وصحتها ونعمتها بيخلص الجلد من البقعة والتصبغات بيشد بشرتنا ويحميها من الترهولات ضفنا عصير اللامون على الحنة والجليسرين وهنخلطهم بالشكل ده هنحتاج كمان في وصفتنا معلقة كبيرة من الزبادي الزبادي غني باللكتك أسد اللي بيساعدنا في التخلص من الجلد الميت المتراكم في المسام هيساعدنا كمان على تنعيم البشرة وترطبها بيخلصنا من البقعة الدكنة والتصبغات وحروق الشمس الزبادي بيحارب الهالات السودة في محيط العين ضفنا على الخريط بتاعنا معلقة كبيرة من الزبادي وهنخلطهم كويس جدا بالشكل ده وده شكل ماسك الحنة البيضة للتفتيح هتفردي الماسك على الوجه والرقبة وهتسيبيه المودة الساعة بعد مرور الساعة هتخسلي بشرتك بمية بردة والأفضل نتائج هتكراريه 3 مرات في الإسبوع هتلاحظي من أول استعمال تفتيح وطبيط فوري بشرتك هتبقى نعمة ومجدودة الحنة البيضة هتديها نضارة وحيوية هتنعم بشرتك وتفتحها 3 درجات ومع تكرار الاستخدام 3 مرات في الإسبوع هتختفي البقعة والتصبغات والنمش وهيتوحد لون البشرة وهيقل الشعر الزيت فيها هتختفي الرؤوس السودة تماما جربي مسك الحنة البيضة للبشرة الوجه والرقبة نتائجه بجد مضمونة مسك الحنة البيضة للجسم هنحتاج معانا معلقتين من الحنة البيضة هنضيف كمان معلقة صغيرة من الباكينج باودر بيخفف من التهابات البشرة وبيساعد في إزالة الرؤوس السودة وعلاك حب الشباب بيستخدم كمبايد للبشرة ويوحد لونها يستخدم كعلاج لحروق الشمس وبيساعد في التخلص من البقعة الداكنة هنضيف معلقة صغيرة على الحنة البيضة هنضيف كمان معلقة كبيرة من الزبادي وهنخلطهم كويس بالشكل ده آخر مكوم معانا هو شمبو الأطفال تقدر يستخدمي أي نوع عندك بنستخدم شمبو الأطفال لأنه مفيد جدا كمنظف آمن للبشرة لأنه خالي من المواد اللي ممكن تأذي بشرتنا زي السيليكون والسولفت ضفنا معلقة واحدة من أي شمبو أطفال وهنخلطهم كويس المسك ده هنطبقه على أي مناطق داكنة في الجسم الركب، الكوع، بين الفاخدين والمناطق الحساسة فعال جدا في تبيض وتفتيح المناطق دي ومن أول استخدام أنت اللي هتحكم بنفسك هتسبيه على بشرتك من 10 دقايق لربع ساعة ولما ينشف هتفركيه بحركات دائرية وتخسلي بشرتك بماية بردة المسك ده هتكراريه مرة واحدة كل أسبوع لو الاسمرار في الركب والكوع والمناطق الحساسة خفيف هتلحز الفرق من أول استعمال أما لو الاسمرار شديد هتكراريه الوصفة دي مرة في الأسبوع لمدة شهر وهيختفي السواد تماما جربيها حقيقة وصفة فعالة وفورية للتفتيح والطبيض وما تنسيش تفرحيني باللايك والاشتراك في القناة وشكرا على المشاهدة